فمثلا نظرة العين ممكن تنقل للآخر شعور التعاطف أو الحب أو الغضب لما يقطب وجهه يقطب جبينه كده وهو بيتكلم ولما يحدق بعينه أو كده يقوله انت خوفتني والتواصل من خلال العين بيبين انتباهك على فكرة واهتمامك فلو بصيت بعيد عن الشخص اللي بيكلمك ده بيوضح انك مش مهتم بيه ومش مركز معاه وممكن يعبر عن اللي تحترامك انا عارف ان انتو بتفكروا دلوقتي الطرق اللي انتو بتتعاملوا بيها مع بعض تعالوا نشوف بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي في الاحاديث النبي حضرة النبي بيبين لنا ان قول سيدنا عمران بن حسين كان بيوصف حضرة النبي بيقول ايه ان حضرة النبي كان اشد حياء من عزراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه يبقى واجه حضرة النبي كان بيبعت لهم حاجات عشان يرقف بيهم لان كلامه ممكن يتحول الى تشريح فالناس ممكن يبقى دوات مشقة عليهم فكاننا بنعرف وبيكره ايه وبيحب ايه من وجهه وكان وجه رسول الله كان مرآه عشان الناس تعرف بيحب وبيكره ايه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل كده السيدة عائشة حتى لما كان بتكلم وتعمل اشارة حتى لو لفظية او تعمل اشارة حتى بيديها او تعمل حاجة بطريقة اخرى كان رسول الله لسا بيفهمها ولمسة اليد ممكن نحس بيها الحنان ممكن والعنف لما واحد يضغط كده واحد بيسلم على واحد فيضغط على ايده فتقوله انت بتكلمني مسكت ايدي بتجامد كده فحسيت ان انت عايز تضربني قال لها انا اضربك اه بس مسكت ايدك كان بتقول كده والوقفة ممكن تبان فيها احترام او ممكن يبان فيها تحدي والمسافة اللي بينه بين الشخص ممكن اللي بتكلمه ممكن يحس بالود وممكن يحس بالقرب والبعد والجفوة او يحس ان انت عايز تهجم عليه حركة اليد ممكن يبقى فيها محاولة للتقريب المعنى ان انا بشرح وممكن ان واحد تاني يحس ان هي زي ما بيقول في العمية بتشوح له يعني يبقى ويبقى الغرض منها ان انت بتقلل منه وحركة الجسد ممكن يبان فيها الزهق والتوتر وان ان انت بتهز رجلك او بتعمل اي حاجة تانية وممكن يبان فيها ان انت هادي ومرتاح ومبسوط ان انت وقعد لما يقعد ويرجع كده لما بيقى عنده في جلسات الارشاد الزواجي لما يقعد ويسن الظهر الورى احس ان هو مرتاح ولما يقعد على طرف الايه على طرف التربيق على طرف الكنبه وقعد قدامي اعرف ان هو متوتر واحنا تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان الاهتمام بيكون كمان بالتواصل غير الرفض فكان صلى الله عليه وسلم يساوي ما بين النظر ما بين كل اللي قاعدين معاه فالناس كل الان تحس ان هو بيكلمها هوية الوحدة لانه بيساوي في النظر بينه وكان حضرة النبي عنده طريقة مرأة روع ما يكون عشان يحسس الصحابة بالاهتمام او اي حد بيكلمه حتى لو مكنش مؤمن بي حضرة النبي كان ايه كان اذا التفت التفت معا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتفتش الواحد كده لما حد ييجي يكلمه لا يلتفت له بكله كده فيحسسه بالاهتمام فيلتفت للشخص بكامل جسده فمش بس بوجهه لا مش بس برقبته لا يلتفت بجامل جسده ده بيظهر الاهتمام بالمتكلم وكمان تعبير الرشة اثناء الكلام واثناء الاستماع لشريك حياتك ممكن يدي له ردود افعال لشيء بيعمله او بيقدمه لك فبيظهر فيه انت عاوز توصله ايه زي مثلا لما زوجتك تعمل اكلة من الاكلات انا عارف ان احنا همتدي بقى نقلب المواجه لما تعمل اكلة من الاكلات فتأكلها فإيه اللي يحصل ايه ده انت مش هتقول ايه ده لكن قفلت ايه حواكبك وتكشر فلو قلت لها فلو قلت لك مثلا انت مش عاكبك الاكل تقول لها وانا كان نطقت وانا اتكلمت وانا اتعصبت بس اللي انا عملته ده اكتر من الكلام الجارح ايه اللي حصل ولما تقدم لك زوجتك هدية مثلا لو تقدم زوجتك هدية مثلا هدية ومتوقع ان هي تفرح بيها فتلاقيها بصت لهدية اللي بيتها كده شكرا هي شكرتك بس بان في تقلبها للهدية ايه اللي حصل بان على وشها ان هي مش عاجبها فتقول لك تقول لها هي مش كويسة مش عاجبتكش تقول لك لا 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 هي كويسة فتيجوا بعد كده لما يبقى تيجوا تختلفوا مع بعض كل واحد يقول لتاني فاكر لما العكل ما عجبكش وسديت نفسي ويتقول له فاكر لما جبت لك هدية وكسفتني فتعبيرات الهوش بتعبر عن كل بداخل الانسان انا دايما بقولهم هم دايما يقولوا العين مغرفة القلوب وانا اقول ايه والجسد مغرفة الوجدان والجسد مرآة الوجدان الجسد ده مرآة الوجدان هو اللي بيبين هي المراية اللي بتشوف كلها اللي في بطن الانسان وعشان كده استيدعي عائشة رضي الله عنه بتقول زي ما جيبت الحديث الحديث الرسول لله اللي رواه سيدنا الإمام أحمد وسيدنا إمام أموداود دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسرير وجهه فإنه حصل فعرفت أن حضرت النبي فرحان وسعيد من وجهه صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولوا كده كان رسول الله سلم لا يغضب لنفسي حتى إذا انتهقت حرمات الله طمعر وجهه آه يغضب صلى الله عليه وسلم وحتى هو لما كان حضرت النبي يغضب كان فيه عرق يظهر في وجهه والزمن في التواصل بيحصل فيه إنه بيستخدم وبيأثر جدا جدا ويأثر في التفاعل وبدأ يشمل مثلا تقابل الآخرين للانتظار وسرعة الكلام وقدرته على الاستماع لحديث طويل مثلا يعني مثلا كان حضرت النبي يسمع يستمع لأصحابه ولا يقاطع أحدا أثناء حديثه ومن أعجب ما جاء في السيرة ما حاجاته السيدة أم أيمان رضي الله عنها خدمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خلصة واحدة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك لها ده في الغزوة فضحك لها اشتركوا في القناة